السلام عليكم بايدن إسرائيل بدأت تفقد الدعم بسبب القصف العشوائي في غزة وسلامت الشعب اليهودي على المحك حرفيا إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إسرائيل بدأت تفقد الدعم في مواجهة القصف العشوائي لقطاع غزة وأن على رئيس الغزراء الإسرائيل بني من ناثنياه استبدال حكومته وقال بايدن خلال احتفال بعيد حانوك اليهودي أن سلامت الشعب اليهودي على المحك حرفيا لكن التزام نتجها إسرائيل لا يتزعزع وقال يتعين على ناثنياه تغيير الحكومة الإسرائيلية لإيجاد حل طويل الأمد للصراع الفلسطين الإسرائيلي الحكومة الحالية هي أكثر الحكومة تطرفا في تاريخ الاحتلال وهي لا تريد حل الدولتين وثابعا نحن مستمرون في تقديم المساعدات العسكرية للاحتلال في ملاحقة حماس ولقد أنضيت شخصيا ساعات أتحدث مع القطريين والمصريين والإسرائيليين لثأمن حرية أكثر من مئة رهينة لن نتوقف حتى نعيذ كل رهينة إلى وطنه وأشر إلى أن ما وصفه بتصاعد معادة السامية هنا في أمريكا وفي جميع أنحاء العالم ضد الإسرائيليين واليهود وقال كما تعلمون أنتم السبب وراء حصولنا على 81 مليون صوت في عام 2020 وهو أكثر مما حصل عليه أي مرشح رئاسي في التاريخ الأمريكي أنتم السبب في أن دولان ترامب ليس رئيسا سابق بل رئيسا سابقا مهزوما وثابع أن إسرائيل تواجه تهديدا وجوديا على إسرائيل تتخذ قرارا صعبا يتعين على بي باتخاذ قرارات صعبة ليس هناك شك في ضرورة مواجهة حماس موضحا أنه عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ خاطب ناثنياهو قائلا بي بي أنا أحبك لكني لا أتفق مع أي شيء تقوله وقال أعتقد أن على وهنا يقصد ناثنياهو أن يغير هذه الحكومة هذه الحكومة في إسرائيل تجعل من الصعب عليه التحرك مشيرا إلى وجود الوزراء المتطرفين إيمار بنغفير في حكومة ناثنياهو وقال لقد عرفت كل الرؤساء وزراء إسرائيل وحكوماتهم منذ غولد مائير هذه مجموعة مختلفة بنغفير ورثاقه والأشخاص الجدد لا يريدون أي شيء يقترب ولو من بعيد من حل الدولتين إنهم ليس فقط لا يريدون الانتقام وهو ما ينبغي عليهم فعله ردا على حماس الفلسطينية لكنهم يفعلون ذلك ضد جميع الفلسطينيين إنهم لا يريدون حل الدولتين إنهم لا يريدون أي شيء يتعلق بالفلسطينيين وقال أمضيت وقتا طويل للغاية في الدول العربية دون الخوض في الكثير من التفاصيل لأن ذلك سيكون غير مناسب السعودية وعدد من الدول الأخرى يريدون تطبيع العلاقة مع إسرائيل مشارن إلى أن مشروع خط السكك الحديدي الذي يربط الهند بالبحر المتوسط عبر السعودية والأردن وإسرائيل ودع بايدن ناثنياهو إلى الثعاون مع السلطة الفلسطينية وتقويتها وقال لا يمكننا القول أنه لا توجد دولة فلسطينية على الإطلاق في المستقبل هذا أمر صعب وقال لو لم تكن هناك إسرائيل لكان علينا أن نخترع واحدة أعتقد أنه بدون إسرائيل كدولة قائمة بذاتها لا يوجد يهودي في العالم آمن لن نتراجع عن تزويد إسرائيل بما تحتاج للدفاع عن نفسها وإنهاء المهمة ضد حماس وتابع لست متأكد من أن بنغفير ومجلس وزراء الحرب في إسرائيل يمكن أن يعتمدوا على الولايات المتحدة في أمن إسرائيل بدأوا يفقدون الدعم بسبب القصف العشوى الذي يحدد في قطاع غزة وتابع لا ترتكبوا الأخطاء نفسها التي ارتكبناها في 11 سبتمبر ولم يكن هناك أي سبب يجعلنا نخوض حربا في أفغانستان لم يكن هناك سبب يدفعنا إلى القيام ببعض الأشياء التي فعلناها وأشر إلى تمرض العسكريين الإسرائيليين عندما حاول نثنياهو وإتلافه المتطرف إجراء تعديلات قضائية وقال لم يكن ذلك جراء أي ثأثير خارجي لقد جاء ذلك من داخل إسرائيل تصريحات بايدن تأتي قبل زيارة مرتقبة لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سيليفان إلى الاحتلال الخميس في زيارة هي الأولى منذ اندلاع الحرب وقال نثنياهو مساء يوم الثلاثاء إن هناك خلافات مع ولايات المتحدة حول اليوم الثالي لقطاع غزة مؤكدا أن حركة فتح لن تكون هناك بعد الحرب وأضافة لن أسمح لإسرائيل بتكرار خطأ أوسلو غزة لن تكون حمسة سستان ولا فتحستان في الأخذ إذا كنتم من المهتم بها للنوعي من الأخبار لا تنسوا الاشتراك للتوصل بالجديد وشكرا